معنا الحاج سيد اتفضل الحاج سيد السلام عليكم عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك ويخليك لينا يا رب نعم وفضل الحب اتفضل ربنا يخلي معلش يا شيخ اني بنجرى القرآن يامي ولكن بنساح بتسرح يعني بتسرح يعني انت وبتقرأ تروح فاصل عن قراءة القرآن ولا بتسرح بمعنى بنتاني نجرى مثلا وفيه بجأة ممكن واحد دماغه يجيب الشرق يجيب الغرب اه طيب يا سيدي هو اللي حاصل ده اتمعروف ده معروف كل العبادات في اه شياطين موكلة بيها والعبادات مع النفس الامارة بالسوق ما بتبقاش مرايحها فلذلك ايه اللي حاصل انا انتو تعرفين حاجة مشهورة دي ان الواحد بيفتكر كل حاجة ضايعة في الصلاة هو مين اللي حاصل هو حاصل ان النفس الامارة هي قاعدة معاك وشايفة ان انت حطيت الحاجة هنا وانستها نفسك الامارة بالسوق ده قاعدة معاك طول النهار والشيطان يرانا هو قبيلهم من حيث لا نراهم فإن اللي حاصل فهم حافظين فيجي يقولك في الصلاة على فكرة انت مش حصل كذا كذا والموضوع الفلاني ما انت ممكن تعمل فيه الحاجة الفلانية تبص تلاقي نفسك بعدت كتير او افكار كتيرة شوشت عليك ان انت في الصلاة تعمل ايه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتركز لو انت بتصلي تقرأ الآيات بهدوء وبتؤدة لو انت بتقرأ القرآن اقرأ القرآن وتماعا فيما تقرأ تماعا فيما تقرأ يعني ايه اقرأه بهدوء ما تقرأهوش بحالة من حالات الايه السرعة والتعجل ترجمة نانسي قنقر